ماريا كانت عارفة ان صوفيا جايلها وعشان كده كانت مستنياها اهي جبتلك صوفيا لحد عندك ايه ده صوفيا حبيبتي وحشتني قوي وانت كمان انت كويسة حد عملك حاجة فيك حاجة لا لا ما تقلقيش انا كويسة الحمد لله تعالي ارتحي شوية واوريكي قطك اوكي يلا بينا هيا ستي وهيا دي بها قطك هيا ايه رأيك حلوة قوي وكبيرة جدا معقول معقول دي هتبقى قطي انا مبسوطة قوي ايوا هي دي اللي هتبقى قطك وبعدين مبسوطة ايه ده احنا مخطفين يا هابلة لا لا انسي حوار الخطف ده خالص انا عايز عيش هنا يا بنتي دي جنة دي احلى حاجة شافتها عناية انا مبسوطة انها عجبتك قوي انا هسيبك تريحي شوية اوكي انا بحبك قوي وانا كمان يا حبيب سوفيا وصلت ايوا ايوا ادوارد قال لي ممكن اطلب منك طلب ايه عايزة ايه ممكن اتمشى شوية انا بجد زهيتة قوي من قعدة القوضة دي وتعبت ونفسيتي تعبت طب وصحبتك اللي لسه واصلة لا لا هي اول ما جت نمت على طول تمام ماشي موافق ماريا خلي بالك من نفسك اوكي شكرا جدا طب والحراس اكيد هينعوني ما تقليش انا هكلمه معرفه بجد انا متشكرة قوي على ايه بس ياه اخيرا ده انا ما شفتش السماء من وقت طويل ياه انا مبسوطة قوي الهواء حلو جدا ماريات ماشيت شوية لحد ما بعدت عن الفيلا وكمان بعدت عن عيون الحراس اوه المكان هنا حلو قوي الله اه لما ماريا كانت بتتمشى حد تهجم عليها وخضرها والدكتورة كانت معدية بالصدفة لكن لسوق الحظ الخاطف شافها بقولك ايه انت لو نطاطب كلمة هقتلك اياك تقول انك شفتيني او شفت اي حاجة اه لا لا خلاص مش هنططب ولا حرف انا مش مستغنية عن حياتي بعدها الدكتورة كانت في حالة صدمة لحد ما الخاطف وماريا اختفوا من قدامها وبعدين جريت على مكتب لقاي واحكت له كل حاجة يا زعيم انا شفت ماريا وهي بتتخطف نعم ايه اللي انت بتقولي ده ومين اللي عمل كده على فكرة اللي خطفها عصابة امير اه وعرفت المين بقى ساعة الهجوم انا شفت العصابة كلها وهو كان واحد منهم انا هيخد الحرص وروح اجيبها بس ايه ويتقولي حاجة لصوفية تمام ما تقلقش لقاي كان متحصب جدا واخد الرجالة وهجموا على فلة امير ايه ايه ده انا فين وياللي بيحصل ها اخيرا اخيرا جملتي فائت وحاببتي ايه ده عايز ايه مني وانت مين ياه بجد ما تعرفنيش عايز مني ايه رد بلاش بقى استعباط يا حارس سخن الحديدة دي وجهز جهاز الكهرباء لا جهاز كهرباء ليه وسخن حديدة ايه انا عملت ايه تفتكري بقى ليه علاقتك بالوعي علاقت ايه انا مليش علاقة بيه هو انت خطفني عشان كده امم هنستعبط بقى صح طب استحملي بقى اللي هيحصل لك امير ضربها بكوة ولسعب الحديدة وكهربها لحد ما اغمى عليها رغم انه بيحبها جدا بس اهم حاجة عنده شغله وبس وانه محدش يمسكو من الايدة اللي بتوجعوه بعد ما اغمى عليها سبع ومشي حضرتك ده تسجيل من قدام الملجأ وجمع صابت له ايه واخده اختي التانية تمام سيبيلي الشريط هنا واحنا هنحل الموضوع ده تمام شكرا قوي خد اكشفي على رقم العربية دي تمام يا فندم يا فندم العربية دي موجودة بالفعل في المكان ده طب استنى الو استاذة امل معايا ايوا انا مين اهلا بكي انا الضابط اللي بيحقق من العربية احنا فعلا حددنا المكان وان شاء الله هجيبلك اخواتك لحده عندك وفعل ربوات بجد معلش تعبك معايا لا ولا اي تعب اوكي شكرا قوي مع السلامة سلام بعد ما فقت ماريا فدلت تدور في القوضة على اي حاجة عشان تكسر بيها الباب وتخرج بس لقيت صندوق صغير وفتحته واتصدمت لما شافت سوى الليها هي ومامتها وبابها واخوها وكان في ورقة وبين عليها مقطوع من كراسة مذكرات بس الورقة دي كانت للوقاي ماريا قريت الورقة واتصدمت الورقة كان مكتوب فيها النهاردة كانت عملية صعبة جدا ليا انا قتلت الام والاب وعرفت اخطف الولد الصغير بس الغريب اني مكنتش لايه البنت الصغيرة وملاقيتش الوقت الكافير ندور عليها عشان الشرطة كانت خلاص على وصول بس وانا بهرب وفي اخر لحظة شفت بنتهم الصغيرة اللي عندها 11 سنة وكانت واقفة بتبصلي بتبصلي نظرات كلها غضب وخوف انا عمري ما هنسى النظرات دي على الرغم من انها صغيرة بس عجبتني قوي فضلت واقف بتأملها وهي كمان كانت واقفة بصالي بس طبعا الوقت عده بسرعة عشان البوليس كان دخل فاضطريت اني اهرب وسبتها واخدت الولد الصغير في العربية ومشيت كل ده اول ولد كان تحت تأثير المخدر اخدت الولد وحطيته مع الولد اللي كنت خطفه قبلها بعدها بقى رحت اعمل شوية ترتيبات ورجعت للقوضة بس لقيتهم مش موجودين للأسف انا كنت تعبان جدا اليوم ده واليوم كان صعب قوي فعشان كده كنت نايس المفتاح في القوضة ودورت عليهم في كل مكان بس معرفتش هلاقيهم انا مش هستسلم ابدا مش هستسلم اني لقيهم ادوارد عامر ولقايي الشريف وكمان البنت اللي شفتها ماريا عامر بعدها ماريا كانت في حالة صدمة من كل اللي قريته ده وكانت منهارة ايه ده انا مش مصدها اللي قريته انا ولقاي و ادوارد ايه ده و ادوارد يبقى اخويا ازاي ايه ده ايه ده لقاي ايه اللي جابك هنا انت جيت ازاي هقولك بعدين يلا بسرعة قبل ما يشوفونا تمام يلا بينا ماريا اخدت الورق وصور معاه في الشنطة وكانوا بيجروا على رجليهم بسرعة بس للاسف ماريا ما كانتش قادرة تكمل من الدرب اللي تعرضت له لا 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 مش قادرة يا لقاي استحملي احنا خلاص قربنا لا يا لقاي سيبني ومشي انت انا بجد مش قادرة اسيبك يبقى انا ليجت اصلا لو كان ينفع اسيبك يلا يلا يا ماريا بس انا مش قادرة يا لقاي مش قادرة اجري اكتر من كده لقاي انا بجد بتعبانة قوي طب تعالي ايه ده ايه ده ايه ده تعالي بس وانت فاكر دخول الحمام زي خروجه طب فاكر ان معقول الهرب من عندي هيبقى بالسهولة دي انا مستحيل اسابكم طرابوا مني بالسهولة انا كنت عارف انك تظر ودلوقتي هجوم حصل اشتباك وضرب نار كتير وكتير من رجالة لقاي اتصابوا وماتوا وكمان من رجالة امير بعدها عارف لقاي يهرب بماريا وكان ادورد مستنيهم بالعربية برا ادورد ايوه نعم في حاجة هو انت اسمك ايه بالكامل وهتستفدي ايه يعني لما تعرفي معلش هستفد كتير ممكن بس تقولي لو ايه كان بيبصلون بصمت وكان عارف ان اللحظة دي مصر هتيجي هتيجي مم تمام يا ستي انا اسمي ادورد عامر ايه ببدد ايوه في ايه REALك انت انت اخوي ادورد انت اخوي ادورد نعم اخوك مين ليه بتقولي كده اخوك ازاي يعني عرفتي منين انا انا اسمي ماريا عامر ايه نعم لا لا أكيد في حاجة غلط إزاي يعني أنت أختي الجد لا 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 أنا مش مصدق بعدها نزلوا من العربية وحضنوا بعض إيه ده أنا مكنتش بالم التفكير كنت عملا أفكر ألاقيك إزاي وحشتيني قوي أنا كمان كنت عايشة على أمل أني لقيك وحشتيني قوي يا إدوار أنا مش مصدقة نفسي وهو لقيتيني يا حبيبتي وهفضل طول عمري معاك مش هسيبك أبدا لقاي أيوة هو أنت كنت عارف صح أيوة كنت عارف نعم وليما قلت ليش كل الندة دي ما فيش يا إدوار ما كنتش لقي لوقت المناسب ماريا أنت عرفتي إزاي من الصور والورق ده لقاي أخد الصور والورق كمان وكان واقف مصدوم وافتكر كل حاجة فاتت نرجع فلاشبك كان والد لقاي اللي هو شريف كان من أشهر رجال الأعمال في البلاد وقتل مراته اللي هي كانت مامة لقاي عشان هي كانت اكتشفت أنه بيتاجر في الأسلحة وكان لقاي عارف أن أبوه شغال في الحوار ده وكان والد لقاي قاسي جدا معاه وبيعمله أسوأ معاملة وبعد موت مامة لقاي كان باباك جاوز واحدة بس الستة دي كانت أسية جدا وكانت بتعمل لقاي أسوأ معاملة كانت بتعمله وحش جدا وفي يوم كان فيه صفقة أسلحة باللقاي وشريف والده على الرغم من أن لقاي ساعته كان صغير في السن بس كان عنده خبرة جمدة في رئاسة موفيا كاملة بس ما كانش عنده حارس خصوصي فبدأ بنفسه بعدها أفلست شركة الشريف وما كانش عارف يعمل صفقات الأسلحة دي فلقاي عرض عليه أنه عايز يدير الشركة لوحده ويكونها من جديد وبوه ممناش ده ومن ساعتها لقاي عنده عقدة نفسية بسبب معاملة أبو ومرطبه وكمان شاف أبو وهو بيقتل أمه نرجع بقى تاني أحنا تعبنا كتير قوي كلنا أيوا يا إدوار عندك حق لا برضو لسه ما انت أمناش من أمير لا حد دلوقتي ولا أنتوا شايفين إيه أكيد طبعا ولازم ياخد جزاؤه طب أحنا لازم نروح نتمنى على صوفية أنا قلقان عليها قوي هي والدكتورة أيوا أيوا عندك حق يلا بينا الشرطة هجمت على بلة أمير ولقوا ناس كتير متصابة وناس منهم ميتين وأمير مرمي على الأرض وبيطلع في الروح وطبعا أبضوا عليها عشان كمطلوب الأبضى عليه من زمان وأخيرا لقوه وطبعا كان من الصعب جدا العصور عليه واتحكم عليه بالأعدام ورجعت صوفية وماريا للملجأ إيه ده ماريا صوفية أخيرا جيتوا أنت وحشتوني قوي يا يا بنات الحمد لله أنكم لسا كويسين الحمد لله أيوا خلاص أحنا جينا وكل حاجة انتهت ومن النهاردة مفيش قلقة تاني اتطمنوا طيب أستاذن أنا بقى سويني معلش أيوا تفضلي أنا متشكرة قوي لحضرتك لا لا شكرا على وجه أنا مش عارفة أقولك إيه بجد شكرا لك قوي ماشي مش عايزة حاجة لا شكرا خدي بالك من نفسك أوكي حاضر أكيد الله 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 دي السنرة غمزت ولا إيه بس بقى ما تكسفنيش الله تبقى غمزت يا بنتي ماشي ماشي حسابكم معي بعدين ها ماشي يا أختي أما بقى بالنسبة للدكتورة فهي رجعت لشغلها وأدورد ولقاي تم القبض عليهم بيتهم تختطاف ماريا وصوفيا طبعا ماريا وصوفيا وأمان لما عارفوا كده رحلهم على الاسم لقاي انت كويس أنا أخرجك من هنا ما تقلقش انتو الاتنين هتخرجوا آه ويطرى مهتمية قوي كده لي بيا إيه ده إيه الغرور ده على فكرة بقى لا مهتمية بك ولا أي حاجة أنا بس ياني عشان أدورد أخويا مرمي كده معاك فقلت طلعك بالمرة آه قلتي لي بقى طب بقولك إيه أنا عايز أقولك على حاجة قول فيه مصيبة تاني ولا إيه لا فيه إني بحبك بحبك قوي وبحبك من زمان كمان شكلي أنا كمان ها انت كمان إيه شكلي أنا كمان حبيتك تقريبا كده يعني إيه لا 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 أنا عايز أسمعها منك بحبك يا لقاي إيه ده دي حلوة قوي منك تقبالي تتجوزيني هنا عادي يعني في السجن يا ستي هنا ولا برة المهم إنك توفقي أكيد موافقة يعني سوفيا أنا عايز أقولك حاجة وحاجة ضروري جدا كمان أيوة اتفضل أنا بحبك يا سوفيا إيه بتحبني أنا آه وفيها إيه عشان أنا يعني من مافيا ولا إيه لأ أنا كنت فكريك بتحب أمل لا لا لأ يا سوفيا أنا بحبك أنت تقبالي تتجوزيني أفكر بقى كده بحبك ومفقة طبعا يا سلام حلوة قوي هم دول اللي خطفوا أخواتك أيوة هم بص يا حضرة الزابط هم فعلا هم اللي خطفونا بس إحنا متنزلين عن المحضر صح يا سوفيا ولا إيه أيوة أيوة أنا كمان متنزلة تمام بصوا هو سحب البلاغم الصعب عشان هم مش عليهم أواضي يعني سجلهم الإجرامي فاضي فعادي جدا وممكن يخرجوا من دلوقتي نعم إزاي وهم من المافيا لا دي حكاية طويلة طب يا خطي ما تحكيهن لا لا مش وقته خالص ما تلاقيش أحنا في السليم دي كانت خطة كده يعني بنوقع بيها أمير الكلب ده مم قلتولي بقى النساء أمل النساء أمل أيوة ممكن أتكلم معاكي شوية تمام أوكيه أيوة بقى مش بنقول قصر نارا غمزت سكوتين أيوة تفضل هو أنا يعني ممكن كده يعني أجي أشرب شاي في الملجأ معاكم وبمناسبة إيه بقى آه لا أنت فهمة أكيد أيوة فهمة طب موافقة آه موافقة إيه ده بجد آه والله في إيه ده أحلى خبر سمعته في حياتي شكرا لا لا شكرا إيه قولي بقى حاجة تانية خلاص بقى ماشي يا عم طبعا ماريا ولقاي اتجوزوا وسوفيا وإدوارد كمان اتجوزوا وأمل والظابط برضو اتجوزوا وكلهم فراحهم كان في يوم واحد والحد هنا خلصت القصة خالص ولو عجبتكم ما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة